وإيه الحكمة أصلاً اللي من أجلها ربنا شرع الأعياد وإيه الحكمة أنها تيجي بعد مواسم طاعة قد تبدو لنا مجهدة الحج أو صيام رمضان أو كده يعني سؤال ده يعني ربنا يفتع على حضرتك بفتوح العارفين رسالة كبيرة عايزة رسالة الدكتورادي ولا حاجة صحيح فيعني أولاً إذا قلنا أن الحكمة من هذا التشريع المبارك أنه هو نفي حالة الرتابة عن حياة الإنسان وأن هذه الأعياد فيها خروج عن المألوف بانضباط خروج عن المألوف بانضباط نعم محتاج شرح دي محتاج شرح من الأحكام الشرعية الفقهية القوية أنه يحرم صيام يوم العيد أو اليوم العيد نعم يعني يوم العيد لا يجو الصيام لأي حد إذن دليل على أن فيه توسعة في الأكل والشرب وزيارة الأقارب وصلة الأرحام وأن إحنا ممكن نلعب فيه ونتنازل عن الدنيا المحيطة بنا دي شوية ونفك شوية زي ما بيقولوا إحنا فيهم عيد فيكون فيه المصامرة والمجالسة وإيقاد يعني دفء الحياة الأسرية وصلة الأرحام التي يصيبها البرود مع تكاليف الأيام والمسؤوليات وما إلى ذلك ويأتي ربنا تبارك وتعالى فسيادتك قلت أن بعد صيام رمضان وبعد فريضة الحج وهذا ملمح جميل أن أعيادنا كمسلمين إنما تأتي بعد طاعة وبعد قرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء عظيم وبشيء جلل وأنا أخذ من هذا الكلام ما أنزل به درجة عن المستوى اللي حضرتك قلته في أن هذه الأعياد إنما تكون بعد ما أمر سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بإخراج زكاة الفطر وقال أنها تعطى للفقراء وأن زكاة الفطر واجبة على من ملك قوت يومه وأن الهدف منها إغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم أنا لا أظن أن في أي توجيه في هذه الدنيا في أي حضارة أو ثقافة في هذا المعنى التضامن مش عايزة أقول الجبري إنما التضامن حتى اللي عنده قوت يومه فقط يطلع طيب إن إل بقى حدثك على عيد الأضحى فريدة الحجة ننزل درجة ونقول أن هناك أضحية نتشارك فيها جميعا ففيها قدر للفقراء وقدر للمحتاجين وقدر للأقارب وقدر لأهل البيت فالكل يأكل والكل يسعد صدقة وهدية وإغناء للنفس نعم ثلاثية التوزيع نعم ثلاثية التوزيع كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه فإحنا هنا إذن فيما يتعلق بالحج والصيام حكتين كبار أوي إذن ننزل بقى درجة فنقول اللحمة الاجتماعية والفرحة والبهجة زي ما نشايفها على حضرتك كده في المناسبات المباركة دي وكلنا طبعا نعيش هذه البهجة ونعيش هذه الفرحة العظيمة التي تثري حياتنا فتقرب بين المتباعدي وتصلح بين المتخاصمين وتقربنا من رب العالمين هذا اليوم وتلك المناسبات التي أول ما نبدأ فيه حضرتك بنبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى وذكره وتوحيده فإذا عرفنا أن العيد جاي بنكبر لأن ربنا قال في سورة البقرة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا فيحنا ما إن علمنا أن العيد قادم يبا إحنا من ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام لمصلى العيد ده تكبير طول الليلة هو في الأسواق في المساجد في المجالس في بيوتنا وأما عن عيد الأضحى فمن عصر يوم عرفة وقيل قبل ذلك يعني عند بعض العلماء يمكن من فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام العيد اللي بعد أيام التشريق نعم دي كلها بتكون عبارة عن أيام فيها التكبير ولتكبر الله على ما هداكم طيب إذن فهي إعلان لتوحيدنا لله سبحانه وتعالى بشكل جميل وبشكل رائع فإذا دخلت إلى السوق وإذا جلست مع أولادك وإذا دخلت المسجد وبعد الصلوات وما إلى ذلك بنلقي هذا الأمر كده يستجلي فينا الإيمان ويقربنا إلى الله عز وجل شكرا